أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات نجدد الترحاب بكم في حصة من حصص الدعم والتخوية في مادة الرياديات الخاصة بالمستويين الرابع والخامس أولا أضعوا وأنجزوا 346.7 زائد 947.78 ثم 1519.01 ناقص 246.7 و645 زائد 31.07 و1256.07 ناقص 356 قبل أن ننجز هذه العمليات سنقوم بتذكير الأعداد العشرية فلاحظوا معي هذا العدد 234.057 فكما تلاحظون يتكون من جزئين هذا الجزء والذي يسمى الجزء الصحيح وهذا الجزء والذي هو الجزء العشري وبينهما الفاصلة فالجزء الصحيح يتكون من الوحدات العشرات المئات ثم الجزء العشري الأعشر أجزاء المئة وأجزاء الألف فلجمع أو طرح عددين عشريين نضع أولا الفاصلة تحت الفاصلة الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الأعشر تحت الأعشر وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة وننجز العملية لا شيء زائد ثمانية ثمانية سبعة زائد سبعة أربعة عشر اكتب أربعة واحتفظ بواحد ننزل بالفاصلة ستة زائد واحد سبعة زائد سبعة أربعة عشر نكتب أربعة ونحتفظ بواحد أربعة زائد واحد خمسة زائد أربعة تسعة وتسعة زائد ثلاثة اثنى عشر العملية الموالية ألف وخمسمائة وتسعة عشر فاصلة سفر واحد ناقص مئتان وستة وأربعون فاصلة سبعة نفس الشيء نضع الفاصلة تحت الفاصلة وحدات تحت الوحدات العشر تحت العشر والعشرات تحت العشرات المئات تحت المئات ثم الألاف تحت الألاف وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة وننجز العملية واحد ناقص لا شيء واحد سفر ناقص سبعة لا يمكن السلف عشر ونرد السلف عشر ناقص سبعة ثلاثة ننزل بالفاصلة تسعة ناقص سبعة اثنان ثم 1 ناقص 4 لا يمكن نستلف 10 ونرد السلف 11 ناقص 4 7 و 5 ناقص 3 2 1 ناقص لا شيء 1 ثم العملية الثالثة بنفس التقنية 645 زائد 31.07 فيمكن أن نضيف فاصلة 0.0 بالنسبة ل645 ولا يتغير أي شيء لأن فاصلة 0.0.10 و0 أجزاء المئة فنضع الفاصلة تحت الفاصلة ثم الوحدات تحت الوحدات العشر تحت الأعشر العشرات تحت العشرات وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة وننجز العملية كما فعلنا في العمليات الأخرى 0 زائد 7 0 زائد 0 0 ننزل بالفاصلة 5 زائد 1 6 4 زائد 3 7 6 زائد لا شيء 6 ثم العملية الأخرى 1256.07 ناقص 356 يمكن أن نضيف فاصلة 0.0 ولن يتغير أي شيء لأن فاصلة 0.10 و0 أجزاء من المئة ثم نضع الفاصلة تحت الفاصلة والوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الألاف تحت الألاف والأعشر تحت الأعشر أجزاء المئة تحت أجزاء المئة وننجز العملية 7 ناقص 0 7 0 ناقص 0 0 ننزل بالفاصلة 6 ناقص 6 0 5 ناقص 5 0 و 2 ناقص 3 لا يمكن نستلف 10 ونرد السلف 12 ناقص 3 9 و 1 ناقص 1 0 سؤال المؤالي ماذا يمثل الرقم 4 في الأعداد الآتيتي ثم أضعوا وأنجزوا 645 في 83 1463 على 25 ثم 3572 في 24 9486 على 84 في العدد 14.05 الرقم 4 يمثل الوحدات أما في 119.45 فهو يمثل الأعشر في 401.83 يمثل رقم المئات وفي 285.14 الرقم 4 يمثل أجزاء المئة وفي 142.25 يمثل رقم العشرات أما في 735.0 فالرقم 4 يمثل أجزاء الألف ننتقل إلى السؤال المؤالي أضعوا وأنجزوا 645 445 في 83 لاحظوا جيداً معي 3 في 5 15 أكتب 5 وأحتفظ بواحد 3 في 4 12 زائد واحد 13 أكتب 3 وأحتفظ بواحد 3 في 6 18 18 والواحد 19 نضع نقطة ثم ننتقل إلى الرقم الموالي 8 8 في 5 40 أكتب 0 وأحتفظ ب 4 8 في 4 32 زائد 4 36 أكتب 6 وأحتفظ ب 3 ثم 8 في 6 48 والثلاثة 51 نكتبها كاملة ثم نقوم بعملية الجمع 5 زائد لا شيء 5 3 زائد لا شيء 3 9 زائد 6 15 1 زائد 1 2 زائد 1 3 و 5 زائد لا شيء 5 ونحصل على 53 535 ننتقل إلى العملية الأخرى 1463 على 25 لدينا رقمان في المقسوم عليه نأخذ رقمان في المقسوم 14 إذن 14 أصغر من 25 سنأخذ ثلاثة أرقام 146 على 25 وبعبارة أخرى 146 كم فيها من 25 فيها 5 5 5 في 25 125 6 ناقص 5 1 4 ناقص 2 2 1 ناقص 1 0 ثم ننزل بالثلاثة مئتاني و 13 كم فيها من 25 فيها 8 8 في 25 200 مئتاني و 13 ناقص 200 3 ناقص لا شيء 3 1 ناقص لا شيء 1 2 ناقص 2 0 ونحصل على 58 والباقي 13 وبنفس التقنية ننجز 3572 في 24 4 في 2 8 4 في 7 28 و 20 أكتب 8 وأحتفظ ب 2 4 في 5 25 22 22 22 أكتب 2 وأحتفظ ب 2 4 في 3 12 12 14 ثم نضع نقطة وننتقل إلى الرقم 2 2 في 2 4 2 في 7 14 14 14 أكتب 4 وأحتفظ ب 1 2 15 1 11 11 أكتب 1 وأحتفظ ب 1 2 3 6 1 7 ونقوم بعملية الجمع 8 زائد لا شيء 8 8 8 4 12 كتب 2 واحتفظ بواحد 2 زائد 1 زائد 4 7 4 زائد 1 5 و1 زائد 7 8 فنحصل على 85 1728 أما 9486 على 84 فلاحظوا جيدا لدينا رقمان في المقسوم عليه نأخذ رقمان في المقسوم 94 كم فيها من 84 يا 1 1 في 84 84 4 ناقص 4 0 9 ناقص 8 1 ثم ننزل بالـ 8 108 كم فيها من 84 فيها أيضا 1 1 في 84 84 نقوم بعملية الطرح 8 ناقص 4 4 0 ناقص 8 لا يمكن أستلف 10 ونرد 13 10 ناقص 8 2 1 ناقص 1 0 ونحصل على 24 بعدها ننزل بالـ 6 ثم 246 كم فيها من 84 فيها 2 2 2 في 84 168 264 ناقص 168 سنحصل على 78 إذن الخارج هو 112 والباقي 78 ثم أرتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر 4.57 4.05 3.99 4.75 ثم 3.98 و4.01 أيضا 28 27.01 28.1 28.05 27.1 و27 28.01 سنرسم أولا هذا الخط الذي يمثل الفاصلة ثم نضع الوحدات تحت الوحدات والأعشار تحت الأعشار وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة ونقارن نبدأ أولا بمقارنة الوحدات لدينا 4 4 3 4 3 4 4 أصغر هذه الأعداد 3 3 ننتقل إلى رقم الأعشر 9 9 بعدها ننتقل إلى رقم أجزاء المئة 9 8 إذن أصغر هذه الأعداد هو 3.98 ونضع خط فوقه ثم بعده 3.99 بعد ذلك نكمل الترتيب 4 4 4 4 ننتقل إلى الأعشر 5 0 7 0 0 0 أصغر هذه الأعشر ننتقل إلى أجزاء 105 1 إذن 4.01 أصغر من 4.05 4.01 أصغر من 4.05 ثم أصغر من لدينا دائما 4 4 5 7 إذن 15 أصغر من 17 4.57 أصغر من 4.75 وبنفس الطريقة نقارن الأعداد الأخرى بعد أن نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات الأعشر تحت الأعشر أجزاء 100 تحت أجزاء 100 ثم نقارن الجزء الصحيح 27 27 28 28 27 28 أصغر هذه الأعداد 27 27 27 27 ننتقل إلى الأعشر 0 1 لا شيء 0 0 أجزاء 101 لا شيء أصغر هذه الأعداد هو 27 بعده 27 0 1 بعده 27 1 ثم 28 28 0 5 وأكبرهم هو 28 1 التمرين الثاني وقارن الأعداد الكسرية التالية بوضع الرمز المناسب أصغر أكبر أو يساوي 6 على 3 وتسعة على 3 لاحظوا جيدا معي سنمثل البسط بعدد التفاح والمقام بعدد الأشخاص ونقول 6 تفاحات سنقسمها على ثلاثة أشخاص وتسعة تفاحات على ثلاثة أشخاص فبالتالي عدد التفاح الذي سيحصل عليه كل شخص في هذه المجموعة سيكون أكبر من عدد التفاح الذي سيحصل عليه كل فرض من هذه المجموعة إذن 6 على 3 أصغر من 9 على 3 بالنسبة بالنسبة على 6 و3 على 9 3 تفاحات 6 أشخاص 3 تفاحات 9 أشخاص كل 4 4 4 4 ونحصل على 16 على 20 و5 على 20 وبنفس الطريقة سنجد بأن 4 على 5 أكبر من 1 على 4 1 6 على 8 6 تفاحات على 8 أشخاص كل شخص سيحصل على أقل من تفاح إذن 1 أكبر من 6 على 8 2 على 5 كل شخص سيحصل على أقل أيضا من تفاح 1 وبالتالي 2 على 5 أصغر من 1 بالنسبة لأربعة على 6 و2 على 3 فسنضرب 2 في 2 و3 في 2 نضرب البسط والمقام في نفس العدد ونحصل على 4 على 6 إذن 4 على 6 يساوي 2 على 3 التمرين الثالث أكتب العدد الكسر الذي يمثل كل جزء ملون فإذا لاحظتم الجزء الملون يمثل 1 على 2 1 على 2 أما في هذا الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8 فالجزء الملون 3 على 8 أما في هذا الشكل 1 2 3 4 إذن الجزء الملون 1 على 4 ثم أحول إلى الوحدة المطلوبة 34 هكتومتر كم تساوي من ديكامتر و41 متر كم تساوي من كيلومتر ثم 765 كيلوغرام كم تساوي من قنطار و28 ديكا كم تساوي من هكتوغرام أولا سنضع 34 في الجدول 4 سنضعها في الهكتومتر ثم 3 في الكيلومتر بعدها نحول إلى الديكامتر نضيف الصفر ونحصل على 340 ديكامتر ثم 41 متر دائما الوحدات في المتر ثم 4 في الديكامتر ونحول إلى الكيلومتر بعد أن نضيف صفرين ثم نضع الفاصلة في الكيلومتر ونحصل على 0.0 41 كيلومتر ثم 765 كيلوغرام دائما الوحدات في الكيلوغرام ثم 6 في 10 كيلوغرام و7 في القنطار سنحول إلى القنطار سنضع الفاصلة في القنطار ونحصل على 7.65 قنطار 28 ديكا 8 في الديكا 2 في الهكتو سنحول إلى الهكتو ونجد 2.8 التمرين الخامس أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر أكبر يساوي 7.41 و7.14 قلنا نقارن أولا الجزء الصحيح يعني الوحدات 7 ثم ننتقل بعدها إلى الأعشار أربعة واحد إذن 7.41 أكبر من 7.14 5.6 و5.60 نقارن الجزء الصحيح 5.5 ثم ننتقل إلى الجزء العشري الأعشار 6.6 إذن 0.0 إذن 5.6 تساوي 5.60 أما 3.01 و2.9 الوحدات هنا 3 وهنا 2 إذن 3.01 أكبر من 2.9 1.36 0.36 الوحدات 1 وهنا الوحدات 0 إذن 1.36 أكبر من 0.36 3 1.36 1.36 1.36 1.36 شكراً لكم